بين التشاؤم والتفاؤل يتأرجح الموقف الياباني إزاء اللقاء المرتقب بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الكوري الشمالي كيم جونغ أون اليابان المعني بشكل مباشر بالملف الكوري الشمالي النووي تنتظر انفراجا في علاقة واشنطن ببيونج يونغ يجب أن نرسخ في أذهاننا أن هناك احتمالين واردين الأول إيجابي هو أن يتخذ كيم جونغ أون قرار التوقف عن إنتاج النووي ويبحث عن حل سلمي الثاني السلبي هو أن يوهم كيم جونغ أون بأنه يناقش وفي نفس الوقت لا زال يطور من إنتاج النووي اليابان التي تحذر من تدعية قرار الرئيس الأمريكي بفرض ضرائب على واردات الحديد والألمنيوم فطوكيو ترى أن القرار الأمريكي قد لا يضر شركاء الولايات المتحدة بل حتى أمريكا نفسها القرار الأمريكي بفرض ضرائب على واردات الحديد والألمنيوم من شأنه أن يدفع بعض الدول لاتخاذ قرارات مماثلة وبالتالي ستؤثر على اقتصاد عدة بلدان بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية مع إقالة ترامب لوزير خارجته ريكس تيليرسون ستسفر الأيام المقبلة عن تطورات في المشهد الدولي وبتغيير محتمل في مواقف أمريكا إزاء بعض الملفات